ملخص بعد تعريف الطهارات والآن نلخص ما فهمناه من التطهر وهو قبل الصلاة على المؤمن أن يتوضى ولكن إذا كان قد فعل ما يوجب غسل الجنابة مثلاً احتلم ولم يغتسل غسل الجنابة أي أجنب أو جامع زوجته ولم يغتسل غسل الجنابة أي أجنب فعليه حينئذ أن يغتسل أولاً ثم يذهب للصلاة وإذا كان الغسل بسبب غير الجنابة مثلاً لمس جسد ميت قد برد جسمه ولم يغتسل غسل مس الميت فعليه حينئذ أن يغتسل أولاً ثم يتوضى ثم يذهب للصلاة وإذا لم يتوفر الماء فإنه يتيمم بدل الغسل أو الوضوء أو كليهما على حسب الحالة أي هل عليه وضوء فقط أم غسل فقط أم غسل ووضوء ملاحظة هامة جداً في أثناء الصلاة إذا قام المصلي بما يبطل الطهارة مثلاً خرج الريح منه أو خرج بعض قطرات البول أو خرج بعض المني بشهوة فيجب أن لا يكمل الصلاة بل يقطعها ويذهب ويتطهر على حسب الحالة سواء بالغسل أو الوضوء ثم يصلي صلاته من بدايتها الصلوات اليومية الواجبة الصلوات اليومية الواجبة هي خمس فرائض بالترتيب التالي صلاة الصبح وتتكون من ركعتين صلاة الظهر وتتكون من أربع ركعات صلاة العصر وتتكون من أربع ركعات صلاة الظهر والعصر تسمى صلاة الظهرين وتصلى جمعاً أي على التوالي في نفس الوقت أولاً صلاة الظهر ثم صلاة العصر صلاة المغرب وتتكون من ثلاث ركعات صلاة العشاء وتتكون من أربع ركعات صلاة المغرب والعشاء تسمى صلاة العشاءين وتصلى جمعاً أي على التوالي في نفس الوقت أولاً صلاة المغرب ثم صلاة العشاء كيفية صلاة الصبح بعد التطهر تقف معتدلاً مستقيماً كما هو مبين ولا تباعد كثيراً بين القدمين وتكون متوجهاً نحو القبلة أي متوجهاً نحو الكعبة واضعاً أمامك التربة مستعداً لبدء صلاة الصبح ويستحب أن تنظر للتربة أثناء الصلاة ثم تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام ويجب أن تنطق تكبيرة الإحرام بشكل صحيح هكذا الله أكبر وليس هكذا الله أكبر الله أكبر بعد تكبيرة الإحرام تسكت للحظة ثم تقرأ صورة الفاتحة جهرى أي تقرأ بصوتك الاعتيادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعد الفاتحة تسكت للحظة ثم تقرأ صورة التوحيد جهرا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا هو وضع الركوع في وضع الركوع يجب أن تنحني للوسط تقريبا وتضع الكفين على الركبتين وتنظر إلى الأسفل أما ذكر الركوع فهو سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده بعد الركوع يجب أن تقف معتدلا مستقيمة للحظة ثم تنزل للسجود هذا هو وضع السجود في وضع السجود يجب أن تكون جميع المساجد السبعة على الأرض والمساجد السبعة هي الكفان ورأس إبهامي قدميك ولا بأس أن تضع بقية أصابع القدمين والجبهة ولكن الجبهة يجب أن تكون على التربة لا يجوز رفع أي من المساجد السبع أثناء ذكر السجود أما ذكر السجود فهو سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد السجدة الأولى تجلس الجلسة الأولى للحظة ثم تسجد السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد السجدة الثانية تجلس الجلسة الثانية للحظة وهنا تكون أنهيت الركعة الأولى ثم تنهض بعدها لتبدأ بالركعة الثانية في بداية الركعة الثانية تعيد ما فعلته في الركعة الأولى مبتدئا بقراءة صورة الفاتحة جهرة إلى أن تصل للجلسة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وأياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده بعد الجلوس الثاني في الركعة الثانية تتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد بعد التشهد تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التسليم دائما يكون عندنا هاية الصلاة وبهذا تكون أنهيت صلاة الصبح